أيضا في أحد التقريرات الأمريكية سنة سيفي تكلمت على أن المشكلة في نفس التقرير يعني تكلمت على أن المشكلة ليست في المناخ ولكن المشكلة في حقوق الإنسان طيب الحجة مرجانة الست مرجانة تيت يا مشيرة خطاب الحاجات دي زي أقول لكم تبقى دليل تثبيت للواحد عدل ربنا عدل ربنا أنه منعاش على شيء مات علي طبعا الكلام ده فيه كلام كتير يعني اللي هو فكرة أنه الواحد مكر ربنا يحسن له الخاتمة يبقتونه عمره ماشي غلط بس عندنا في حديث رائع كده في المعنى ده الحديث المرعب أنتوا عارفينه أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون ما بينه وبينها الذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار فالحديث ده يزلزلك يخوفك إزاي عن عدل ربنا أبقى لطول عمر شغال في طريق الحق واجه في آخر لحظة وروح شمال فروح في دهية ده مش عدل لكن لما في رواية في رواية تانية في صحيح مسلم على ما أعتقد الحديث في جملة كاشفة اللي هو في ما يبدو للناس ماشي في طريق الحق بس ده بيعمله عشان الناس لكن هو جواب تعال الباطل فمن عدلة ربنا اللي بتثبتك أنه الناس دي بيتعيش على شيء وتموت عليه فالست بشيرة خطاب وغيرهم كثيرون جدا هم خدمين أي نظام فكرة الحق والعدالة واليوتوبيا بتاعت أفلاطون والحاجات دي أو المدينة المثالية مش موجودة في قوامسهم القاموس بتاعه إزاي تخدم أو تكون في حضرة خدمة السلطان وتفضل في دائرة الضوء أطول فترة ممكن فالحاجات دي والله لما شوفها بيصعبوا عليها جدا بس بقول هي دي علانة ربنا أنه من عاش على شيء مات عليها هذه السيدة اللي دخلها التمانين خلاص بينها وبين القبر احنا احنا يعني واحدة هو والله والله بعيشها يوم بيوم النهاردة انت موجود ولا بكرة مش موجود يوم بيوم مش سنين يعني عشان كده هي رخيص عليك ما هو أنت هتخليها رخيص عليك ازاي ان انت هتقول أنا لما يبقى عندي سمئين سنة لا لا هي رخيص عليك انه عايشت النهاردة آخر يوم لي الله علم بكرة هيبقى موجود ولا لا فهي بقى الخيصة بقى فيش حاجة تستاهل انك تبيعها عشان ساعات لكن هما اللي هما على على أبواب التمانين دي ومصرة على أنها تكون مدلسة شيء يعني زلت بتقولك ايه وانا اتحدى اي شخص قدم شاكوى لينا واحنا تجاهلناها طب رد انت عليها يا حسين على رأي جمل مبارك اطلع لك يا تيتا مشيرة اطلع لك وماشاء الله جابي لها صورة وهي حلوة كده وصغيرة معناها تمانينية يعني اجيب لك آآ هما بيختاروا الصور فان اختار الصور تعرف لما يجيبوا لما يجيبوا اي خبر لنا يروحوا جايبيننا واحنا وشينا مش عارف نعمول ازاي بتاعلي هو فكرة انه ده شكله وعمل ازاي لكن بالنسبة له بيطلقوا لهم حاجات حلوة ونطيفة فالمهم ان الست بتقولك اتحدى اي حد يعمل كده خلينا اسمع كلام الست مرجانة لكن اتحدى واحد يقول انه هو قدم شاكوى المجلس هو الانسان وتم تجاهل هذه الشاكوى لا احنا عندنا فريق كامل وبعدين الوصول للمجلس في متناول يد اي انسان معاك سهل جدا بتوصل المجلس وتقدم شاكوى احنا نحقق فيها احنا بقى مش نحقق في شاكوى مثلا بسم عودة اللي مرمي في الزنزالة من تسع سنين انفراضي ولا حزم صلاح ابو اسماعيل الذي لا يعلم عنه شيء ولا عد منها ما بالفتوح اللي الراجل بيموت كل شوية ومش كزا ولا اي حاجة حين يا جماعة ما في الشاكوى ما جاتلناش وتجهلناها ابدا ولا في حاجة اسمها تعذيف السجون ولا على عفتاح نفسه اللي قابت عليه الزيطة دي والضرب هناك ولا اللي بيبوتوا كل يوم والتاني ده بالإهمال الطبي وبيبقى عارف كواس جدا لا 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 ما فيش اي حاجة من ده كله يا ما جاتلناش سكوى وما وما حققناش فيها عشان كيف اقولك يعني هذا من عدل الله منعاش على شيء مات عليه والله العظيم من عدل ربنا الحاجات دي متاخدهاش بشكل بنص الكبال فاضي لا هو ده عدل ربنا سيبوا يكمل طريقه سيبوا يروح لمصيره علينا النصح نعم لكن مع الله إن عليك إلا البلاغ ليس عليك هداهم ده الكلام ده المين لسيد الخلق صلوا عليه صلى الله عليه وسلم ده الكلام ده للنبي سعى سلم ليس عليك هداهم إن عليك إلا البلاغ بس تتمنى لهم الخير آه بس لما يكمل يالله سوقف طريقك ربنا معاك آخر الطريق زي الفل فهم كده كل دولة عندي نمازل كتيرة جدا مش مش الخطاب بس اللي هو الواحد بيبقى قاعد كده سبحان الخالق لا كان ليه يكمل لابد أن يكون في ركب السلطان وفي ركب فرعون حتى يقضي الله أمرا كان مفعول وزي ما قلتلكم لم يأتي ذكر فرعون بنفسه إلا نادرا فرعون وملائه فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فرعون وجنوده ما فيش مرة فرعون لوحده لأن فرعون لوحده ما يعملش عاجة ما هو أنت عشان أنت جند من جنود فرعون أنت سبب كل هذا البلاء هو أنت فاكر أن أنت ملكش دور وأن أنت عبد المأمور ده كلام فارغ وربنا سبحان الله تعالى لما عزب فرعون في الدنيا النار يعرضون عليها فرعون وعشيراته وأهله وملائه مش فرعون بس اللي يعرض عليها يعرضون عليها غضواً وعشية صبحوا بالليل ويوم القيامة ده حساب تاني بقى خالص